اهلا بكم اعزائي طلبة وطلبات التعليم الفني وحلقة جديدة مع تخصص الملابس الجهزة وعن نكمل الرحلة بتاعتنا مع البطرون وانواعه واجزائه وازاي نرسم البطرون وازاي رب تمنزل وازاي تعرفت عمالي كتعة ملابس بطريقة سهلة وبسيطة جدا وتقدر تفتحي مشروع خاص بيك وتحسني بي دخلك ازاي كطالب فني صناعي يبدأ يفكر ينزل سوق العمل ويفدأ يقدر يشوف ايه هي قدراته ويلي يقدر يشتغل فيه وايه هو المجال من خلال تخصصه هيتفوق فيه احنا في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن الموضة وتكلمنا عن تاريخ الازياء وتكلمنا عن تصميم الازياء بمراحله وايه هي الخطوات اللي بتتبحها لتصميم الازياء وهي مواصفات المصمم الناجح وازاي المصمم الناجح يقدر يعمل تصميم كويس جدا ويكون مميز وداخل فيه الابتكار والابداع ويكون متناسب مع طبيعة الطبيعة والتقاليد والعادات والجو وايه هي مواصفات الموديل المطلوب وايه هي انواع الملابس اللي ممكن اشتغل فيها واخدنا طبعا من خلال الملابس اخدنا عرفنا ايه هي عيوب بعض الاجسام ومن خلالها ممكن اتخصص في ايه بالضبط ان انا اشتغل فيه من العيوب دي واخدنا الحلقة اللي فاتت اخدنا طريقة اخذ المأسات وازاي اخذ مأسات بطريقة صحيحة ويه انواع الادوات اللي انا بستخدمها فيه تخصصي ويحتاجها عشان الاتجاجة عشان اخيط اخدنا انواع الاكمشة الاكمشة الطبيعية واكمشة صناعية واكمشة تركبية وايه الفرق بين الاكمشة الطبيعية واكمشة الصناعية وانا لو انا هنفذ موديل هاختار اني قماش لما يجي انزل اي اشتري القماش اللي انا عايزي النهاردة بقى هناخد اهم مرحلة في شغلنا وهي رسم البطرون انواع النماذج اللي بستخدمها في رسم البطرون ايه هي انواع النماذج اللي بستخدمها في رسم البطرون هل النماذج دي ليه انواع او انا عندي نوعين اساسيين من النماذج برسمهم هنعرفهم مع بعض بس ايه الفرق بين البطرون وبين النموذج قبل معرف أرسم بطرون لازم أفرق بين البطرون وبين النموذج تعالوا نشوف مع بعض إيه الفرق بين البطرون وبين النموذج أول حاجة عندي النماذج اللي هي البطرونات البطرون ده هو إيه؟ هو عبارة عن رسم أو تخطيط هندسي لخطوط مستقيمة ومنحنيات مائلة على الورق ويتم على أساس أبعاد تماثل الجسم البشر بشري اللي هو سلسل أبعاد الطول العرض العمق ويستخدم في عمله الورق الخفيف أو الورق المكوة أو القماش أو شرائح من البلاستيك يعني البطرون اللي أنا برسمه بإيدي اللي أنا باخد المقاس وبرسمه بإيدي وبرسم البطرون ده إيه؟ ما برسمه على الورق وبعد كده بحوله إيه؟ عشان أحتفظ به ياما برسمه بعد كده على الكرتون ياما برسمه على البلاستيك بحيث إن أنا أقدر أحتفظ به ده البطرون بتاعي إن أنا بحط عليه المقاسات اللي أنا باخدها مباشرة طب النموذج اللي هو إيه بقى؟ برضو بقوله عبارة عن خطوط ومنحنيات ترسم على الورق بطريقة فنية وهندسية خاصة تبني على مقاييس دقيقة بجسم معين ويأخذ شكل الجسم بواسطة الحياكات والبنسات ويعتبر النموذج هو أساس نجاح التصميم النموذج بقى اللي أنا ببقى بيدي وحطه على القماش بحدد أنا مسافات الخياطة وأبعاد مسافات الخياطة على الإيه على القماش لكن النموذج اللي بتعمل بيبقى مضاف لي البنسات ومضاف لي إيه مسافات الخياطة يبقى الفرق بين البطرون والنموذج إن البطرون اللي أنا برسمه بيدي بيبقى إيه بالمقاسات اللي موجودة عندنا لكن النموذج بيبقى مضاف لي إيه بيبقى مضاف لي إيه مسافات الخياطة طيب نكمل أنا عندي بقى أنواع إيه النماذج إيه هي أنواح بقى عندي أول حاجة النموذج الأساسي المسطح بدون بنسات يبقى النموذج الأساسي المسطح اللي هو بدون بنسات يعني البطرون اللي هو بدون بنسات والتاني اللي هو النموذج الأساسي المسطح ببنسات يعني عندي بطرون بدون بنسات وعندي بطرون ببنسات الفرق بين البطرون اللي فيه بنس والبطرون اللي مفهوش بنس نشوفها مع بعض اول حاجة النموذج الاساسي المسطح ببنسات اللي هو البطرون الاساسي ببنس يعني بطرون دا فيه بنس فيه تكسيم فيه زي ايه التكسيم زي بنسة السدر بنسة الوسط بنسة الكتف بنس في الاكمام دي البطرون اللي بتقول عليه بطرون اللي هو الكورساج اللي فيه ايه ببنسات هو الذي يحوي البنسة الاسية طبعا بنسة السدر والبنسات الاخرى الامام والخلف اللي هو الكورساج وامام وخلف الجنل وبنسة الكتف يعني البطرون ده بيبقى فيه بنسات كتير جدا زي طبعا بنسة السدر بنسة الاسية وبعد كده بنسة الوسط وبعد كده البنس بتاعة الجناب في الجنل وبعدين البنس اللي في الاكتاف يبقى البطرون ده كله بنس يبقى ده البطرون اللي هو فيه بنس كتير نكمل وبنسة الكم اذا كان الكم طويل ايه لازي يلائم جميع انحناء ايه 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 او او زوايا او تجويف الجسم ويستخدم عايزة النموذج في صناعة الملابس بسلوب النسيج بوجعه يعني انا بستخدم النموذج ده او البطرون ده في الاقمشة النسيج طيب احنا اخدنا ايه بقى مش احنا اخدنا انواع الاقمشة الطبيعية والصناعية وتركبية وهنا فيه اقمشة قطنية اللي الطبيعي اللي هو القطن والكتان والحرير الطبيعي والصوف اللي هو بيبقى جاي من ايه من جلود الحيوانات طيب والاقمشة الصناعية اللي هي بتبقى اقمشة طبيعية وداخل فيه فتل ايه خيوط صناعية ايه وتركيبات صناعية عشان ايه يبقى مفهوش نسبة الكرمشة وبيبقى فيه معالجة واقدر ازبغه لان احنا عندنا نعارفين ان القطن بيبقى ايه سباخته بتبقى اصعب من ايه من الاقمشة الاخرى فدي الاقمشة الاقمشة بقى الناسجية زي ايه بقى زي قلنا الكتان القطن الصوف الحرير الترجال الجبردين دي الاقمشة النسجية الاقمشة النسجية ليه ما فيهاش مططيب فالقمشة النسجية بعمل فيه البطرون اللي هو فيه بنس يبقى الاقمشة النسجية بيتعملها البطرون اللي هو فيه ايه فيه بنس علشان اعمل اقدر اعمل التكسيم بتاع الجسم عشان اقدر اعمل التكسيم فيه الاقمشة النسجية فبعمل فيها ايه بعمل البطرون اللي هو فيه البنس الكتير اللي انا بشتغل عليه يبقى احنا عرفنا الفرق بين البطرون اللي فيه بنس وبطرون اللي مفروش بنس يبقى البطرون اللي فيه بنس باستخدمه في الاقمشة النسجية وبيبقى فيه بنس كتير جدا احنا قلنا بنسة السد بنسة الوسط بنسة بنسة الجناب بنسة الكتف وساعات بيبقى في بنسة في القم عشان اقدر اعمل تكسيم القم ودي بتبقى في الجواكت ان انا بعمل ايه القم بتاع الجاكت بيبقى فيه بنس لتكسيم الجسم يبقى احنا كده عرفنا ان اول اول حاجة البطرون اللي فيه بنس بستخدمه فيه الاقمشة ايه النسجة نكمل النموذج الاساسي المسطح بدون بنس ده بقول عليه ايه بطرون مسطح بقول عليه بطرون ايه مسطح بطرون مسطح بدون بنس يبقى المطرون مسطح بدون بنس يعني مفهوش اي نوع من انواع البنس فيه تكسيم بس في الوسط لو انا عايز تكسيم في الجناب يبقى انا بعمل تكسيم في الوسط وفي الجناب لا ايه حسب الموديل لكن هو اساسا مفهوش ايه مفهوش بنسات هذا النموذج الخالي تمام من اي نوع من انواع البنسات يعني النموذج ده مفهوش اي نوع من انواع البنس ما بتعملش فيه بنس خلص ويستخدم مع اقمشة التريكو التي تتميز بالمطاطية العالية مثل بعض اقمشة تريكو اللحمة ان مطاطية الكمش تعوض مقدار البنس ده باستخدمه في الاقمشة المطاطة اقمشة المطاطة زي ايه اقمشة الستريتش الهلانكا الليكرا عندي بقى دلوقتي كمان طالع الستان فيه مطاطية نسبة مطاطية عالية اه عندي اقمش البضيهات عموما ما بعملوش بنس بعمش الجرسة ما بيتعملوش بنس ومش اللمية ما بيتعملوش بنس دي ايه? دي الاقمشة اللي هي ايه? اللي هي المطاطة فأنا بعالج اه ومش ده مابيحتاجش ان انا اعمله بنس لانه اصلا بيمط يعني لما بفرده بياخد شكل الجسم فهاعمل فيه بنس ليه? يبقى انا بستخدم البطرون المسطح فيه الاقمشة اللي هي المطاطة اللي ما بتحتاجش بنس لان هي بتاقط طبيعي شكل الجسم فما بتحتاجش ان انا اعمل لها تكسيم او بنس كتير عشان اشتغل عليه ده ده الفرق بين البطرونين بطرون اللي هو فيه بنس هو بطرون اللي بدون البنسات هناخد مع بعض دلوقتي رسم البطرون الاساسي للبطرون المسطح اللي هي المرحلة الأمرورة بنقول عليها الكورسج هنرسم البطرون مع بعض بتاع البطرون المسطح أنا هبدأ بأسهل حاجة اللي هو البطرون المسطح إن أغلبية الأقمشة اللي موجودة دلوقتي أقمشة مطاطة فما بحتاجش إن أنا أعمل لها بطرون ببنس فبعمل إيه البطرون اللي هو بدون بنس إيه هي الخطوات الأساسية أو القاعدة اللي بمشي عليها عشان أرسم البطرون هل البطرون ليه قواعد أو ليه قانون ليه قوانين لازم أكون عارف قوانين البطرون كويس جدا والخطوات الأساسية اللي بمشي عليها عشان أقدر أعمل البطرون لو عرفت الخطوات دي هقدر أحط أي مقاسات وأشتغل عليها فإحنا الأول هنشرح القانون وهنشرح إزاي بنرسم البطرون من خلال القانون بعد كده هناخد مثال تطبيقي إزاي أرسم البطرون بالمقاسات أول خطوة عندنا طريقة أخذ المقاسات طبعا إحنا ما بنجي ناخد المقاسات بنقول بناخد محيط الصدر محيط الوسط محيط أكبر حجم طول الحجر طول الضهر وبعد كده باخد الطول الكلي أو طول البروزة حسب ما أنا إيه هشتغل على البطرون نكمل طبعا أنا بقول هنا الملحوظة اللي دايما بقولها يراع عند أخذ المقاسات أن تكون مضبوطة عشان محتاجش أعمل بروفة كتير يبقى إيه يبقى أنا أخذ المقاسات صح عشان أقدر أعمل إيه البطرون وقدر أعمل المنتج بطريقة صحيح طبعا ده شرحناه في طريقة أخذ المقاسات أول حاجة عندي بقى الخطوات اللي هامش علي تقسيم المقاسات إزاي أقسم المقاسات إزاي أعمل تقسيمة المقاسات يليت نمشي مع بعض خطوة خطوة آآ لو نجيب معانا ورق وقلم عشان برضو تكتبوا ورايا وتمشوا معايا بالخطوات عشان تقدروا إيه تستوعبوا الحلقة بتاعت المرض أول حاجة عندي هنا للحصول على عرض البطرون أنا البطرون بتاعي ليه عرض وليه طول لما باجي أرسم حتى أرسمه على الورق أي حاجة ليها عرض وليها طول أي مقاس هحطه في العرض والطول اللي هو طول البطرون بتاعي اللي هو طول الحاجة اللي أنا هنفزها سواء طول الضهر طول البلوزة طول الفستان طول الجونلة يبقى أي حاجة طول أنا بحطها في الطول وأي حاجة فيها عرض بحطها في العرض طب هجيب العرض والطول بتاع البطرون إزاي أول حاجة عندي بعملها إن أنا باخد المقاس بتاعي هاخد إيه هاخد نبص مع بعض كده حصول على عرض البطرون الجزء العلوي اللي هو الكورسيج بقسم محيط السدر على أربع يعني دوران السدر اللي أنا أخدته ده بقسمه على إيه؟ بقسمه على أربع يبقى بأاخد دوران السدر وقسمه على أربع وذلك لحصول على ربع البطرون للأمام والخلف يعني أنا لما باجي أعمل عرض البطرون قدامي كده باخد إيه؟ باخد محيط السدر وقسمه إيه؟ على أربع هو ده عرض البطرون لأ طبعا فيه إضافات بتحط عليه لبقى أنا باخد محيط السدر وقسمه على أربع وبيضيف عليه إيه؟ أربع سنتين تمام كده؟ بعد كده من حصول على الطول عشان أحصل على الطول البطرون باخد طول الضهر وزود عليه واحد ونص سنتين باخد طول الضهر وزود عليه واحد ونص إيه؟ نص سنتين نشوف مع بعض كده تقسمة إيه المقاسات هنرجع لها تاني هنقول الحصول على عرض البطرون للجزء العلوي اللي هو الكورساج نقسم محيط السدر على أربع وذلك الحصول على ربع البطرون للأمام والخلف يبقى أنا باخد ربع البطرون للأمام وإيه؟ والخلف وبعد كده باخد الطول بتاعي اللي هو طول الضهر وزود عليه واحد ونص سنتي عشان أعمل طول الضهر نكمل بقية المقاسات لرسم بطرون الجزء العلوي عشان هرسم بقى البطرون الجزء العلوي واحدد إيه؟ الخطوط اللي أنا اشتغلت دي هرسم بقى المستطيل واحد واثنين وتلاتة واربعة بيسوي إيه بقى؟ بيسوي عرض البطرون للي أنا طلعته ويسوي طول البطرون للي أنا طلعته عرض البطرون اللي هو عرض ربع إيه؟ باخد عرض البطرون مقسمه إيه؟ على أربعة محيط السدر على أربعة وطول البطرون اللي هو طول الضهر زائد واحد ونص لبقى أنا كده لسمت المستطيل بتاعي بالشكل ده ادي شكل المستطيل بتاعي عرضه عرض البطرون اللي هو بيساوي ايه بيساوي محيط السدر ربعة محيط السدر وطول البطرون بيساوي طول الضهر زائد واحد ونص سنت يبقى انا عملت كده اول حاجة المستطيل اللي انا عشتغل عليه بيساوي عرض البطرون وطول البطرون كده اول حاجة خطوة عملتها نشوف الخطوة التانية ارسم خط تحديد عمك لحرضة الابط عشان ارسم ايه خط تحديد عمك الابط هقيس مسافة نص طول الضهر هاخد نص طول الضهر اللي هو زي ما يطلع عندي هاخد نص طول الضهر ناقص واحد سنتج يعني هاخد نص طول الضهر ونقص من واحد سنتج وحط نقطة خق ستة وخمسة وويه ووصلها نشوفها كده اهو زي ما احنا شايفين كده انا عندي ادي المربع بتاعي هوا واحد اتنين تلاية اربعة وبعد كده اخدت خط عمك الابط اللي هو خمسة وستة اللي هو احنا قلنا بيبقى ايه نص طول الضهر ناقص واحد سنتج يعني الخط ده انا قسته من فوق نص طول الضهر ناقص واحد سنتج يعني اعتبر انا قسمت البطرون بتاعي بالنص بس ايه ناقصت واحد سنتج وحطيت خمسة وستة بقى عندي المربع بتاعي اه الخط الجديد اللي اتعمل فيه اللي هو خمسة وستة لو خط عمك ايه الابط عشان ارسم حردة الرقبة حردة الرقبة بقول ايه قص يمين نقطة اربعة مسافة اخر ناتج من الاسمة ونضع نقطة سبعة مسافة اخر ناتج من الاسمة ونضع نقطة سبعة احنا قلنا ان انا اخدت اه محيط السدر واسمته على ايه على اربعة فطلع عندي ايه كل ما اسمه على اتنين هيطلع عندي نواتج فاخر ناتج هيطلع عندي هو ده اللي انا هحطه ايه يقول عندي ايه اخر ناتج من ايه من الاسم يقص اصفل نقطة اربعة مسافة اخر ناتج من الاسم برضو زائد واحد سنتي ونضع نقطة ايه تماني يبقى انا هنا اخر ناتج من الاسم استخدمته مرتين مرة عشان اعمل حردة الرقبة والمرة التانية زودت عليه واحد سنتي عشان اعمل ايه ايه النحي التانية من الرقبة وبعد كده هنوصلها بدوران هنشوفها مع بعض يبقى انا هنا جيت من عند اربعة وسبعة است اخر ناتج من الاسم زي ما يطلع عندي من ايه من الناتج ونزلت من اربعة لتمانية اللي هو اخر ناتج من الاسم زائد واحد سنتي يبقى انا من اربعة لسبعة اخدت اخر ناتج من الاسم زي ما هو وحطته ومن اربعة لتمانية نزلت اخر ناتج من الاسم وزودت عليه واحد سنتي ووصلت سبعة وتمانية بدوران زي ما احنا شايفين عندنا كده تمام يبقى انا كده عملت ايه في البطرون جديد عملت حالة نيجي نشوف بقى مع بعض يقص يسار نقطة واحد مسافة اخر ناتج الاسمة ونضع نقطة تسعة ماشي يعني انا ايه يقص يسار نقطة واحد برضو مسافة اخر ناتج من الاسمة يبقى دي تاني تالت مرة استخدم فيها اخر ناتج من الاسمة علشان اعمل ايه نقطة تسعة وهنزل عمود من نقطة تسعة موازي للخط واحد وخمسة ويلاقي الخط خمسة وستة في نقطة عشرة يعني انا هاجي هنا كده اهو من واحد لتسعة اهو دخلت من واحد لغاية تسعة اخر ناتج من الاسمة ونزلت بيه خط مستقيم على خمسة وستة على خط ايه خمسة وستة يبقى انا دخلت من واحد لتسعة من اخر ناتج من الاسمة ونزلت بيه على الخط خط مستقيم على الخط ايه خمسة وستة طب هو ده الاكيد ده انا هستخدمه يعني الخط اللي انا عملته ده هستخدمه هستخدمه في ايه بقى لرسم خط ميلي الكتف يتبع انا كده عملت ده عشان اعمل خط الكتف يقاس اسفل نقطة تسعة على الخط تسعة وعشرة مسافة ميلي الكتف لنص سنتي ونضع ايه نقطة حداشر يعني انا هقيس مسافة ايه مسافة ميلي الكتف خط ميلي الكتف تمام ويقاس نقطة سبعة وحداشر امر الخط على استقامة جهة اليمين ويقاس على الخط السبعة وحداشر مسافة طول الكتف ونضع نقطة عشر يبقى انا عملت تلات حاجات هنا اول حاجة بقيس اسفل نقطة تسعة المسافة اللي انا هنزل عليها لميلي الكتف ماشي يعني انا باخد مسافة ميلي الكتف اللي ايه نص ايه واحد على اتنين سنتي ونضع نقطة ايه حداشر ويقاس نقطة سبعة وحداشر ويمر الخط على ايه استقامة جهة اليمين ويقاس على الخط سبعة وحداشر مسافة طول الكتف ونضع نقطة عشر تعالوا نشوفها بقى على الرسم يبقى انا قصت من واحد لتسعة ستة سنتي اه واحد من واحد لتسعة اخر ناتج من الاسمة ونزلت بيه خط مستقيم جيت من عندي نقطة تسعة وحداشر دي هاخد اخر ناتج من الاسمة ونقص منه اتنين سنتي ايا يكون بقى المقاسة عندي ده هيطلع عديه وانزل بيه خط ايه خط الكتف اللي هو من سبعة لأحداشر طب هل هو ده خط الكتف عندي ولا هو مديني في المقاسات طول الكتف اطبعا مديني في المقاسات طول الكتف يبقى انا نزلت من تسعة لأحداشر خط ميلي الكتف اللي انا هعمله ده ومعد كده هشوف الكتف بتاعي هخرج مسافة قدية يبقى انا هقيس من على الخط سبعة وحداشر ده طول الكتف بتاعي اهو زي ما نقسته كده يبقى هقيس من سبعة لحداشر طول الكتف بتاعي اللي هو منديوني في المقاسات علشان يبقى حددت ايه طول الكتف بتاعي هعمل ايه بعد كده بقى عايز اعمل الحردة بقى حردة الابت ننصف الزاوية 11 و 10 و 5 ويمد خط الاعلى ويقاس عليه بداية من نقطة 10 ومسافة 3 سنتي ونضع نقطة ايه 13 يعني انا هاجي كده اعمل زاوية بعد كده هصله بدورا بس هاجي روح عاملة من نقطة 13 دي زاوية كده واطلع بيها وبعدين هايه هاخد بقى ايه هوصل الخط بتاعي بتاع 12 لغاية نقطة 13 خط مستقيم اللي هو خط بتاع الكتف ده واروح عاملة نزلة بيه عاملة بيه دوران يبقى انا عملت من 7 ل11 خط ميلك كتف وخقست عليه الكتف بتاعي وبعدين نزلته لغاية 3 الخط وعملت الدوران بتاع الابت كده يبقى انا رسمت ايه رسمت البطرون بتاعي اللي هو حردت الرقبة وخط الكتف وحردت الابت فاضل ايه تاني بقى فاضل اعمل التكسيم طبعا تكسيم الوست ده حسب المقاس اللي انا عايزه حسب دوران الوست بتاعي بحدد من خلاله التكسيم بتاع الوست افرد ان انا مش محتاجة اعمل تكسيم ما بعملش يعني التكسيم ده حسب الطلب فبقولك ايه تكسيم الوست حسب الموديل مراد تنفيذه يعني انا حسب الموديل بعمل التكسيم بتاعي طب انا كده دلوقتي رسمت البطرون بتاعي نقص ايه على البطرون نقص ان انا اكتب البيانات بتاعتي اللي ايه هي البيانات اللي موجودة على البطرون اللي انا عملتها اللي هي ايه اللي هي الخطوط الاسسية زي خط نصف الامام خط الجنب خط الكتف دوران حردة الايبت دوران الرقبة التكسيم احدد ان ده امام لازم اكتب على البطرون ان ده الامام عشان ما يتلقبطش بين الامام والخلف وانا برسم ان خصوصا ان هنا الامام والخلف زي بعض نشوفهم مع بعض كده في البطرون المسطح الامام والخلف زي بعض بالزبط نيجي هنا نشوف ادي البطرون بعد ما خلصته طبعا رسمنا البطرون كتبنا المقاسات عليه بالزبط اللي هي حردة الرقبة الامام خط تكسيم الوسط بتاع الامام خط الجنب خط الكتف طبعا حردة الايبت كل ده ايه بيكتب البيانات بتاعتي على الرسم نيجي بقى تاني حاجة رسم بطرون الخلف رسم بطرون ايه الخلف طب احنا كده رسمنا بطرون الامام بطرون الامام زي وزي الخلف بالزبط بس الفرق في ايه بقى الفرق ان انا عندي حردة رقبة الامام كبيرة لكن حردة رقبة الخلف ايه صغير حردة رقبة الامام كبيرة لكن حردة رقبة الخلف صغير نيجي نشوفها مع بعض ادي ايه البطرون اللي انا رسمته قبل كده هو هو نفس البطرون اللي انا هعمله في الخلف بحدد عرض البطرون واحد واثنين وثلاثة واربعة واخدت عمق القبط نفس البطرون بتاعي بتاعي نفس المقسات اللي عملتها هي هي اللي هعملها في بطرون الخلف بنفس مقساتها بالزبط طبعا حددت النقط اللي هي ايه خمسة وستة وتسعة وعشرة اهي تمام وحددت خط عمق القبط زي ما احنا ايه عاملين عملنا ان انا اخدت اخر ناتج من الاسمه وعملت ايه ايه الخط بتاعي من اربعة لتسعة ونزلت بيه خط مستقيم زي ما احنا شايفين كده مع بعض طب بعد كده هرسم حردة الرقبة حردة الرقبة بتاعة الخلفة هل تختلف عن حردة رقبة الامام او تختلف عن حردة رقبة الامام طبعا احنا قلنا بياقيس يمين نقطة واحد مسافة اخر ناتج من الاسمه ونضع نقطة ايه نقطة سبع ونصل ايه وقاس اسفل نقطة واحد مسافة واحد ونص سنتري ونضع نقطة ايه تمان فيه حاجة انا عايزين نوضحها كده قالك ناصل نقطة سبع وتمانية بدوران كما هو مبين بالرسم هنا اهي عملت حردة الرقبة بتاعة الخلف ان انا دخلت من واحد لسبع ستة اخر ناتج من الاسمه ونزلت من واحد لتمانية واحد ونص سنتي واحد ونص سنتي طب انا هنا الواحد ونص سنتي ده جي منين جي منين الواحد ونص سنتي ده هو انا لما جيت اخد طول الظهر مش اخدت طول الظهر وزودت عليه واحد ونص سنتي الواحد ونص سنتي اللي انا زودتهم على طول الظهر ده هو الفرق بتاع حردة الرقبة هو ده الفرق بتاع ايه ده حردة الرقبة لانا ايجي اشيل حردة الرقبة اللي هي الواحد ونص سنتي فلازم ايه اكون مزودة على البطرون عشان لما ايجي اعمل حردة الرقبة مايقصرش على الخلف عندي يبقى انا الواحد ونص سنتي اللي انا زودتهم على طول الضهر هو ده ايه اللي هو دوران حردة الرقبة ايه الخلفية يعني انا ما باجي اقيس بقيس الطول بقيسه من عند العظمة الخلفية اللي احنا بنقول ايه بتاعة الرقبة فكده انا است ايه است من اول الرقبة فلازم اشياء لما اضيفها على الطول واجي اعمل حردة الرقبة باخدها ايه بناقصها من الطول اللي انا اخده فدي نقطة مهمة جدا عشان نبقى عارفينها ان الواحد ونص سنتي دي اللي هي اللي انا ضفتها على طول الضهر نكمل مع بعض وحدد خط ميلي الكتف كما سبق شرحه وتكتب البيانات على اجزاء البترون اللي هو خط نصف الخلف وخط ايه كتف تعالوا نشوف مع بعض كده ايه دي اهو ايه دي عرض البترون خط نصف الخلف خط الكتف ماشي خط عمكر ايه القبط وده ايه حددت برضو انه ده الخلف عشان لما يجي يظهر عندي الخلف بقى انا بقى عارفة بفرق بين البترون بين الامام وبين الخلف تعالوا بقى ايه نرسم بقية البترون اللي هي ايه المرحلة التانية الجزء السفلي احنا كده لسمنا الكورساج يعني اللي ظهر عندي ده ان انا رسمت الكورساج اللي هو ايه الجزء العلو طب انا عازي اكمل بقية البترون اللي هو الجزء السفلي بان انا لو هعمل جيبة لو هعمل بان هعمل فستان هعمل عباية هعمل اه اميس مسلا في البيت جلبية يبقى ارس اخد البترون كامل وخصوصا الاقمشة بتاعت المنزلية اللي انا بلبسها في البيت دايما بتبقى اقمشة مطاطة ما بتبقاش اقمشة اه نسيج انا معظم الاقمشة اللي في البيت بدبقى ان انا بلبسها في البيت بدبقى اقمشة مطاطة زي ايه وماشي التشورتات اللي انا بتعمل منه مثلا بجماية بتاع اه وخصوصا للاطفال لان الاقمشة المطاطة بتبقى مريحة اه في حركة حركة المنزل بتبقى كتير فبقى استخدم دايما بقى ايه بيفضل دايما الاقمشة اللي ايه فيها نسبة مطاطية ايه لراحة الجسم فانا هكمل بقية الكورساج بتاعي اللي هو البترون بتاعي اللي هو الجزء السفلي احنا عملنا خلاص الجزء العلوي هنجي بقى للمرحلة التانية الجزء السفلي هاجي بقى هنا لرسم الجزء السفلي همد الخط يعني انا هنزل الخط بتاعي فيه الامام وفيه الخلف هنزل الخط ايه يبقى مستقيم على استقامة الى اسفل وقاس طول البترون وهنضع نقطة 15 و 16 انا هنزل البترون بتاعي لغاية الاخر واقفل البترون من تحت حسب الطول اللي انا عايزه سواء عاملوا فستان طويل يبقى لغاية الكعب او هعملوا تحت الرجبة حسب المقاس اللي انا هاخده تحت الرجبة او عن رجبة او فوق الرجبة يبقى انا بقيس البترون حسب الطول اللي انا ايه اللي انا هنفذه برضو نصل نقطتين خمسة شهر نحصل على خط نهاية طول الرداء بقى انا كده لما اقافل الخط ده بيبقى انا كده حصلت على نهاية البترون بتاعي او نهاية طول الرداء بتاعي تكسيم الجنب طبعا انا بقس بعمل التكسيم حسب الموديل يعني زي ما احنا قلنا فوق في الكورساج ان انا يعني ممكن الموديل اللي احتاج فيه تكسيم ممكن احتاج فيه توسيع يعني اخرج برا خط نصف الجنب واعمل توسيع عايز اعمل تكسيم بعمل تكسيم يبقى انا حسب ايه التكسيم ده حسب الموديل اللي انا بشتغل عليه سكنت عايز اعمل تكسيم او اعمل ايه توسيع ادي البترون بتاعي اهو عرض البترون خط الكتف حردت الابت حردت الرقبة الامام خط عمق الابت خط نصف الامام خط الوسط تكسيم الامام خط نهاية البترون كده انا البترون بتاعي ده كده اللي انا كنت عاملاه في الجزء بتاع الكورساج وده الخلف بعد برضو ايه ما خلصته حردت رقبة الخلف وخط الكتف وحردت الابت الخلف وخط نصف الخلف خط عمق الابت والتكسيم الخلف ونهاية البترون وكتبت برضو عليه خلف عشان انا ما تلغبطش فيه طيب كده انا رسمت البترون كده الكورساج بتاعي كان خلصان في الامام وفي الخلف طيب تعالوا نبقى نشوف هنلون البترون ازاي احنا قلنا هنلون الامام بالاحمر والخلف بالازرق اهو عادي كده انا لونت البترون بتاعي الامام بالاحمر والخلف بالازرق وعملت التكسيم بتاعي تمام? لو اخدت بال ان هنا. هنا انا نزلت الايه? احنا عملنا كده البطرون كامل في الامام. والبطرون كامل في الخلف اهو. بطرون كامل في الخلف والبطرون كامل في الامام. بعد ما لوننا البطرون. طبعا انا عندي ايه? دي الخطوط. بتبقى كده البطرون جاهز ان انا اعمل الموديل بتاعي زي ما انا عايزة. بحدد الموديل بتاعي زي ما انا عايزة. كده انا رسمت البطرون الاساسي. البطرون الاساسي بتاع الامام وبطرون الاساسي بتاع الخلف. في البطرون المسطح. كده البطرون عندي جاهز ان انا قدر اعمل عليه اي موديل انا عايزه. اي موديل انا عايزه او ان انا شايفه. سواء بقى هعمل فستان هعمل بلوزة هعمل اميس اه اي اي موديل جاهز عندي. انا عرفت كده القوانين بتاعتي بتاعة البطرون وعرفت اللي ايه ازاي ارسم البطرون وبتبقى القعدة عندي دي قعدة سابتة على الرسم في اي مقاس انا انا هرسمه تعالوا بقى نشوف مثال كده هشتغل عليه يعني مثال كده هشتغل عليه ازاي اجيب مقاس وازاي ايه اطبق القانون ده على المقاس اللي عندي نشوفها مع بعض كده ايه كده واضحة كده ادي الايه البطرون كامل اللي هو البطرون كامل بالايه الكورساج مع خط الوسط اهو ماشي في الامام وفي الخلف ناخد بقى ايه هناخد برضو ناخد بطرون الكم بعد كده ايه ناخد مثال على اللي احنا ايه اخدناه قبل كده رسم بطرون الكم ناخد باننا من بطرون الكم المقاسات يقاس بشريط القياس دوران حردة الابت يعني انا هاجي على البطرون بتاعي ده اللي انا رسمته ده هقيس حردة الابت من اول خط الكتف لغاية الدوران سواء في الامام او في الخلف يبقى انا هاجي في الامام او في الخلف هقيس حردة الابت بالمزورة بتاعتي كده بالمزورة وهيجي قيس بالمزورة الدوران بتاع حردة الايه الايه الابت سواء في الامام او في ايه او في الخلف والنتج يكون نص مقاس الكم الذي سيتم رسم البطرون عليه يعني انا الناتج اللي هيطلع عندي هيكون ده نص مقاس الكم يعني ايه ويرسم الخط الرأسي من واحد لاتنين بطول الكم المرطن فيه ويقاس اسفل نقطة اتنين نصف عرض الكم اللي هو محيط حردة الابت على اتنين طب نشوف الاول الخطوات دي اول حاجة هيه هعمل خط طول اه طول البطرون خط طول البطرون اللي هو طول الكم يبقى انا عملت هنا فيه عملت ايه خط طول الكم الطول اللي انا عايزة اعمله سواء طويل سواء قصير انا خط طول الكم طيب هو بيقول لي هنا ايه يرسم الخط الرأسي واحد واثنين بطول الكم تمام ويقاس اسفل نقطة اتنين نصف عرض الكم اللي هو محيط حردة الابت على اتنين يعني انا است اه حردة البط اللي احنا جبناها دي اهي است حردة البط دي وطلعت بقى زي ما تطلع عندي زي ما تطلع حردة البط عندي دي تطلع عدي ايه عشان اعمل خط المستقيم ده ماشي الخط ده باخد دوران حردة تابت الامام او الخلف واسمها ايه على اتنين اللي هو المسافة من واحد لتلاتة مسافة من واحد لتلاتة اللي هو باخد دوران حردة اابت الامام والخلف وقسمها على اتنين انا باخد نص دوران حردة الابط على اتنين يبقى من واحد لتلاتة نص دوران حردة الابط على اتنين حردة الباطل انا خدتها من على البطرون على اتنين وبعد كده بخرج من تلاتة لاربعة مسافة دوران حردة الابط ايه كاملة يبقى انا عملت ايه بقى عملت الاول خط طول البطرون من واحد لاتنين طول الكم اللي انا عايزه بعد كده نزلت من واحد لتلاتة دوران حردة الابط واسمتها على ايه على اتنين وبعد كده خرجت من تلاتة الاربعة مسافة دوران حردة ابط ايه الامام ايه كاملة ما اسمتاش على حيك بعد كده اعمل ايه با هبيقولي اوصل تلاتة واربعة دي خلاص وصلناها يقسم الخط تلاتة واربعة على ات اربعة ونضع النقطة خمسة وستة وسبعة ويقاس اسفل نقطة خمسة واحد سنتي ونضع نقطة تمانية واعلى نقطة سبعة واحد سنتي ونضع نقطة تسعة واحد ماشي تعالوا بقى نشوف الكلام ده ننفزه ازاي انا هوصل الخط من واحد لاربعة خط مستقيم يعني هوصل من واحد لاربعة عمله خط مستقيم طب الخط المستقيم ده انا همفروض ان انا هاعمل ايه حردة الكم انا عايزة اعمل حردة الكم الخط من واحد الاربعة ده هقسمه على اربعة يعني بحيث ان انا عندي المقاسات بتاعتي هنا اطلع المقاسات اللي هو خمسة وستة وسبعة بعد ما اسمت الخط يعني انا اخد من واحد الخط بتاعي من واحد الاربعة وقسمه على ايه على اربعة زي ما يطلع المقاس عندي بقى المقاس الخط من واحد واربعة ده هيتلع عندي قدي ووزع المقاس بتاعه وهيطلع لي ايه تلات مقاسات خمسة وستة وطلات ارقام هاجي بقى من عند الخط خمسة وستة وسبعة ده هاجي اقياس مقاس تاني عشان احدد الحردة بتاعة الكم هتطلع ازاي تعال نشوفها مع بعض كده هاجي من عنده نقطة خمسة ادخل جوه واحد سانتر يعني عنده نقطة خمسة هدخل جوه واحد سانتر ومن عنده نقطة سبعة هخرج بره واحد سانتر ومن عنده نقطة ستة هتفضل زي ما هي يعني نقطة ستة هتفضل زي ما هي لكن نقطة سبعة هخرج واحد سانتر نقطة خمسة هدخل واحد سانتر هنقولها تاني انا اسمت الخط واحد واربعة ده على ايه على اربعة زي ما تلع عندي واسمت وتلع عندي ايه خمسة وستة وسبعة جيت من عنده نقطة خمسة دي دخلت جوه واحد سانتر ونقطة سبعة خرقت برة تسعة ايه واحد سنتيم بقى عندي نقطة ايه نقطة واحد وتسعة وستة وتمني يبقى دي النقطة الاساسية اللي هشتغل عليه ستة سبتة زي ما هي محرقة عشر ستة نقطة ستة سبتة زي ما هي محرقة عشر هاجي بقى اوصل زي ما احنا شايفين كده هاخد من نقطة واحد لتسعة بدورات وانزل عند نقطة ستة واروح موصلة ستة بتمانية باربعة بدورات يبقى انا اخدت من واحد لتسعة لستة بدوران ومن ستة لتمانية لاربعة بدوران كده انا عملت ايه عملت حردة الايه الكم عملت حردة الكم وانزلت من عند اربعة لغاية خمسة تحت وقفلت ان ايه الكم بتاعي يبقى انا كده عملت الكم من تحت قفلت الكم من تحت وايه وعملت حردة الكم عرفنا حردة الكم جات ازاي حردة الكم جات جات ان انا قسمت الخط على اربعة وبعد كده جيت ايه دخلت واحد سنتي وايه وخرجت واحد سنتي عشان اعمل الحردة من فوق والحردة من تحت كده انا خلصت الكم بتاعي كامل هاجي هنا علونه علونه باي عجال سواء احمر او ازرق لان الكم ايه كده كده بيتركب على النحيتين طبعا انا اخد بالي ان انا عندي ماجي عشق ان الكم عندي اتنين كم في البلوزة مش كم واحد طبعا انا لونت الكم هنا لو انا عايز اعمل تكسيم في الكم هعمل تكسيم لو عايز اسيبه زي ما هو كده هسيبه زي ما هو التكسيم حسب ايه حسب ما انا عايز سواء عايز اعمل تكسيم في الكم او عايز ايه ما عاملش تكسيم ده حسب الموديل اللي انا هرسم ايه اللي انا هشتغل عليه كده احنا رسمنا ايه الكم بتاعنا ورسمنا البطرون تعالوا بقى نشوف الخطوات اللي انا اشتغل عليها. احنا هناخد هنا موديل هنشتغل على الموديل ده. هو الموديل ده مش صعب. الموديل ده سعلي جدا. بس هو ايه يعني احنا اخترت الموديل ده عشان هو فيه شغل. وفيه حاجات كتير هتبقى مفيدة اوي يعني اه لامم حاجات كتير. احنا لو جينا بس للمقاسات ومديني المقاسات. يعني انا جدت واحدة او جيه عميل. عايز يعمل الموديل ده. بالمقاس اللي هو ايه ايه الهولي. محيط السدر ستة وتسعين. طول الظهر اربعين. عرض الكتف تلاتاشر. محيط الوسط تمانين. ميلي الكتف تلاتة. الى اربعة ونص. انا هو مديني ميلي الكتف هنا. طول البلوزة ستين سنتش. اخد بالي من المقاسات. هو مديني محيط السدر. مديني طول الضهر. مديني عرض الكتف. مديني ميلي محيط الوسط. ومديني ميلي الكتف كمان. مديني طول البلوزة. هو مديني مقاسات كلها. ده انا هشتغل عليه. تعالوا نشوف البلوزة دي شكلها ايه? البلوزة دي مش دنطيل. فالدنطيل ده معنى ان انا هشتغل على البطرون المسطح. ايه البلوزة دي? ما فيهاش بنسيت. والدنطيل هو قماش لكرة. ما ماش مطاطش. طب هي متبطنة. متبطنة بستان لكرة. يبقى البلوزة من قماش لكرة. ومتبطنة بستان لكرة. اخد بالي بقية انا من حاجة. انا عندي فيها مرض. البلوزة فيها مرض. بس المرض ده مرض تركيب. يعني المرض ده مرض تركيب. والكولة اه وفيها كولة. وفيها اسورة. اسورة في الكم. الاسورة والكولة والمرض من نفس قماش الايه البطونة. لوستان لكرة. يبقى انا عندي هنا البلوزة. القماش بتاعها كله دنطيل. والمرض والبلوزة والسورة من نفس ايه نفس القماش بتاع البطونة بتاع البلوزة من تحتها. تعالوا الاول نشوف خطوات رسم البطرون ده هنعمل ايه? اول حاجة هنقسم المقسات. احنا اخدنا قبل كده في تقسيم المقسات للحصول على عرض البطرون للجزء العلوي اللي هو الكورساج. يقسم محيط السر على اربعة. وذلك الحصول على ربع البطرون للامام والخلف. يعني انا هاخد عرض البطرون وقسمه على اربعة علشان اطلع ايه? ربع البطرون بتاعي بتاع الامام اللي انا هرسله. يبقى دي اول خطوة عندي. يبقى انا هو مديني وحيط السدر كام? 96. 96 على اربعة يتساوي كام? 24 سنتي. يبقى 96 على اربعة يتساوي كام? 24 سنتي. يبقى ده ايه? يبقى ده كده هيبقى 24 سنتي ده هو ايه? هو ده عرض البطرون بتاعي. والحصول على طول البطرون هيساوي طول الضهر زائد واحد ونص سنتي. يبقى اربعين زائد واحد ونص هيديني واحد واربعين ونص. يبقى انا كده طلعت ايه? طلعت عرض البطرون وطلعته طول الايه? البطرون. اهو. اولا من الاسم البطرون الجزء العلو. هو عندي هنا هرسم المستطيل واحد واتنين وتلاتة واربعة هتساوي عرض البطرون. وطول البطرون يبقى عرضه كام? 24 سنتي وطوله واحد واربعين ونص سنتي. يبقى انا عندي عرض البطرون عندي هبقى كام? 24 سنتي وطول البطرون واحد واربعين ونص سنتي. اهو. يبقى انا كده لسمت عرض البطرون ورسمت طول البطرون. عرض البطرون اربعة وعشرين طول البطرون واحد واربعين ونص ايه? سنتي. ارسم خط تحديد عمق ايه? حردة الايبت. احنا خدنا خط ايه? خط عمق الايبت. ارسم خط تحديد ايه? حردة عمق الايبت. يقسم اعلى نقطتين من اتنين وتلاتة مسافة نص طول الضهر. نقص واحد سنتي ونضع نقطتين خمسة وستة ايه? خمسة وستة ونصلا. زي ما احنا قلنا ان احنا هيخد طول الضهر اللي هو الايه? اللي هو الواحد واربعين. وهسمه على اتنين ونقص واحد سنتي. هيتلع لي ايه? عمق الايبت. اهو. يعني هاخد الاربعين. واسمها على الاتنين. هتطلع لي عشرين. ماشي? وهنقص واحد سنتي. هتطلع لي تسعتاشر. يعني انا هنزل المسافة من من اربعة لغاية ستة كان تسعتاشر سنتي. عنزل المسافة من اربعة لستة تسعتاشر سنتي. تمام? بدي الخطوة التانية اللي انا هشتغل عليها. عشان ارسم حاردة الرقبة الامامية. انا كده هاخد الاربع وعشرين. واسمها ايه? على اربعة. اللي هو ايه? اللي هو اللي هو عرض البطرون. عشان اطلع منها ايه? لو اخر ناتج من الاسم. اخر ناتج من الاسم اربعة وعشرين على اربعة. هيبقى فيها كام? فيها الست. يبقى رسم حاردة الرقبة الامامية التابعة الاتي. يقص يمين نقطة اربعة. مسافة اخر ناتج من الاسم. ونضع نقطة سبع. نضع نقطة ايه? سبع. يبقى هيخد اخر ناتج من الاسم. يعني هياخد الاربع وعشرين. اللي طلعت معي لو عرض البطرون. واسمه على اربعة. هيطلع لي كام? هيطلع لي ستة سنتي. هيطلع لي كام? ستة سنتي. يبقى اخر ناتج من الاسم اللي هو الستة سنتي ده. هيقيس بيه المسافات. يعني انا هياخد من نقطة اربعة لنقطة سبعة هقيس ستة سنتي. عشان اعمل ايه? عشان احدد حاردة الرقبة الامامية. يبقى من نقطة اربعة لنقطة ستة هقيس ستة سنتي عشان احدد حاردة الرقبة مين الامامية. بعد كده يقص اسفل نقطة اربعة مسافة اخر ناتج من الاسمه زائد واحد سنتي. ونضع نقطة تمانية. برضو يبقى انا كده استخدمت اخر ناتج من الاسمه اللي هو الستة سنتي اللي تلعت معي. هو ده اللي انا هشتغل بيها كتير اوي. اهو. يبقى انا هياخد اخر ناتج من الاسمه وزود عليه واحد سنتي وانزل ايه? من نقطة سبعة من نقطة اربعة لنقطة تمانية. وعمل زي ما احنا شايفين في الرسمة كده حاردة الرقبة الامامية. اعمل حاردة الرقبة الامامية. يبقى حاردة الرقبة الامامية بتساوي عرضها ستة سنتي وطولها سبعة سنتي. يبقى حاردة الرقبة الامامية عندي عندها كم? اه عرضها ستة سنتي وطولها سبع سنتي. يبقى كده انا ايه? حددت من هنا ايه? حددت حردة الرقبة الامامية نشوف الخطوة اللي بعدها نصل نقطة سبعة وثمانية بدوران كده عملت ايه نقطة سبعة وثمانية بدوران يبقى ان كده حددت حردة الرقبة مين الامامية وكاكتب عليها حردة الرقبة الامامية عشان ما نسقش يبقى سبعة وثمانية وصلتها بدوران عشان اوصل لحردة الرقبة مين الامامية نيجي الخطوة البعدها يوكاس يسار نقطة واحد مسافة اخر ناتج للاسمة اللي هو ايه اللي هو الستة سنتي يبقى انا هستخدمها تالت مرة تالت مرة في البطرون اللي هي اخر ناتج من الاسم اللي هو الستة سنتي ونضع نقطة تسعة يبقى انا هاخد من نقطة واحد لنقطة تسعة هقيس ستة سنتي هقيس ايه ستة سنتي يبقى هاخد من نقطة واحد لنقطة تسعة هقيس ستة سنتي وانزل بيها خط مستقيم زي ما احنا شايفين كده هنزل بيها خط مستقيم من نقطة 9 لغاية نقطة 10 يقطع نقطة الخط من 5 و 6 طبعا احنا قلنا بنعمل المستطيل ده ليه عشان اعمل حردة الابت عشان اعمل حردة ايه الابت يبقى يسكت عمود من نقطة 9 موازي الخط اللي هو 1 و 5 ويلاقي خط 5 و 6 في نقطة ايه 10 نكمل عشان اعمل خط ملك كدف هو مديني ملك كدف قال لي من 3 ل 4 ونص هو قال لي ان ملك كدف من 3 ل 4 ونص لو هو مش مديني ملك كدف انا باخد اخر ناتج من الاسم ونقص منه 2 يعني هو لو مش مديني ملك كدف باخد اخر ناتج من الاسم ونقص منه 2 سادي يبقى انا هاخد ملك كدف بتاعي هنزل مسافة من 9 لغاية حداشر هنزل اربعة سنتي هنزل اكامل اربعة سنتي. يبقى هاخد من تسعة لحداشر انزل اربعة سنتي عشان احدد خط ميل الكتف. طيب. عشان احدد خط ميل ايه? ميل الكتف. بعد كده هيقاس نقطة ايه من سبعة لحداشر. هقيس هعملها خط مستقيم واقيس عليها طول الكتف. واقيس عليها طول ايه? طول الكتف. اللي هو عندي كام? اللي هو عندي تلتاشر سنتي. اللي هو عندي تلتاشر سنتي. بعد كده هعمل الدوران بتاعي زي ما احنا شرحناه قبل كده على الرسمة. ان انا بعمل الزاوية وبعد كده بعمل الدوران بتاع الايه? ايه? الحردة الابط. واعمل التكسيم زي ما احنا شايفين كده. طبعا بقيس طول البلوزة وابدأ اشتغل عليها. طبعا احنا قلنا التكسيم زي ما ايه? زي ما احنا عايزنا. نيجي بقى للخلف. ده كده الامام خلص اهو عندي. هاجي للخلف. هعمل نفس البطرون بتاع الخلف بالزبط. واحدد عليه المقاسات. اه. واعمله بنفس الخطوات اللي شرحناها بنفس المقاسات. ما بيختلفش كتير عن الامام. احنا كده اه خلصنا النهاردة. اه هنكمل الحلقة الجاية. ازاي بقى ننفذ الموديل اللي احنا اخترناه دوت. بخطواته. ازاي اعمل المرض بتاعه والاسورة والكولة. هيبقى حشغل جديد بقى غير اللي احنا اه جديد. تعرفوا ازاي تعملي بلوزة كاملة بالتفصيل. اه بخطواتها كلها بتعشيئها بكل حل. اه اتمنى لكم التوفيق والنجاح. وتكونوا النهاردة استفدتم من الحلقة بتاعتنا. وآآ نتقابل على خير الحلقة القادمة ان شاء الله.